اشتركوا في القناة نربط ما بين الحث المغناطيسي واتجاه القوة المؤثرة في سلك يحمل تيار وخاضع لمجال مغناطيسي ثم نحدد القوة المتبادلة ما بين سلكين يحملان تيارين ومن ثم حساب القوة المؤثرة على سلك يحمل تيار وخاضع لمجال مغناطيسي ومن ثم نتدرب على استخدام القاعدة الثالثة لليد اليمنى من اجل تحديد اتجاه القوة المؤثرة على هذا السلك ونقوم بحل مسائل وتطبيقات على القوانين اللي بنتعلمها لحساب القوة الناتجة عن المجال المغناطيسي في بداية حديثنا عزيزي الطالب اذكركم بمحاولة انبير العالم انبير توليد تيار كهربائي من مجال مغناطيسي ونحن في مجال الفيزياء دائما نقول الكهرباء والمغناطيسية وجهان لعملة واحدة يعني اعطيني كهرباء بولد لك منها مغناطيسية اعطيني مغناطيسية بنتج لك منها كهرباء ولذلك ظهر مصطلح الكهرباء مغناطيسية في هذا الترابط فمحاولة انبير توليد تيار من مجال مغناطيسي قامت على افتراض وجود قوة تؤثر في السلك الذي يحمل تيار اذا وضع داخل مجال مغناطيسي وتابع العمل من بعده العالم فراده اثناء عمله على وضع سلك يحمل تيار ما بين قطبين مغناطيسيين طبعا اقطاب مغناطيسية لما يكون عندك جنوبي وشمال بتينتج عنهم مجال مغناطيسي فتولدت قوة اثرت على السلك وهذه القوة عمودية على اتجاه كل من التيار والمجال يعني ستكون هذه القوة بقاعدة اتجاهات ثلاثية تيار مجال قوة يعني كل واحد فيهم متعامد مع الاخر ما يكون عنده التيار والمجال بنفس الاتجاه اوكي تكون قاعدة تعامد ثلاثية ما بين المتغيرات الثلاث القوة والتيار والمجال وهذا الشكل اللي امامك عزيز الطالب يوضح ان هذا السلك المتصل مع البطارية يحمل تيار وهذا التيار يمر بين قطبين فعندي مجال مغناطيسي بي من الشمالي الى الجنوبي فينتج عندي قوة نحو الاسفل لاحظ اتجاه التيار بهذا الشكل واتجاه المجال المغناطيسي عمودي عليه فتصبح القوة عمودية عليهم اثنيناتهم هذا الشكل اتجاه القوة في الشكل الاخر عند انعكاس التيار هذا المجال المغناطيسي المؤثر ستكون الان القوة الناتجة باتجاه الاعلى عكس القوة اللي بالحالة الاولى للاسفل نتيجة انعكاس اتجاه التيار او ممكن على فكرة اعكس الاقطاب المغناطيسية بدل ما ابدل اتجاه التيار ابدل اتجاه الاقطاب فينعكس المجال المغناطيسي وتنعكس القوة القوة F تتناسب اوكي طرديا مع مقدار المجال المغناطيسي المؤثر واللي نعطيله رمز بي وتتنازب طرديا مع طول السلك اللي رح نعطيله رمز ال هذا ال ال يمثل طول السلك والزاوية ما بين اتجاه المجال واتجاه التيار المار في السلك اذا كان هذا اتجاه التيار واذا كان هذا اتجاه المجال لاحظ هنا في حالتنا الزاوية 90 درجة ويكون القانون الرياضي لحساب القوة الناتجة هو حاصل ضرب الاي في ال في بي في سان ثيتا وانت عارف ان الاي تعني لي التيار ال تعني لي طول السلك بي شدة المجال هذه القيمة للتيار بوحدة امبير الطول سيكون بوحدة متر والمجال المغناطيسي سيكون بوحدة تسلا وهذا يكافئ وحدة قياس القوة لنيوتن لانه ثيتا ما لها وحدة قياس هذا بالنسبة لقانون حساب القوة المؤثرة على سلك طوله ال يحمل تيار اي خاضع للمجال بي هذا المجال المغناطيسي وحدة قياسه المعتمدة لا مدى هي التسلا وبنعطي لها رمز تي وهذه التسلا تكافئ نيوتن على امبير متر يعني اذا بغيت اخلي تي بروحها بقسم هنا على امبير متر وهنا على امبير متر فبتختصر امبير متر وتبقى لنا تسلا قيمة نيوتن على امبير متر هذه الوحدة المكافئة للتسلا وبالتالي عزيز الطالب اذا نظرت امامك في هذه الملاحظة انه اذا كان السلك موازيا للمجال لاحظ اذا كان هذا اتجاه المجال بي وهذا اتجاه التيار اللي يمثل اتجاه طول السلك هنا ستكون قيمة الزاوية ثيتة ما بين البي والاي تساوي صف ومنها نجد بانه صين صف يساوي صف وهذا يقود الى ان حالة القوة في ذي الحالة تساوي صف لانه قيمة صين الثيتة صف او اذا كانت الاي بالاتجاه المعاكس سيكون قيمة الثيتة بدل الصفر مئة وثمانين درجة وايضا صين المئة وثمانين ايضا يساوي صف فبهذه الحالات تنعدم القوة اما اذا كان السلك عمودي عن المجال في ذي الحالة تكون القوة اكبر ما يمكن لان صين الثيتة قيمتها العظمى عند زاوية تسعين وتساوي واحد وبالتالي تنتج قوة عظمى عندما يتعامد السلك مع اتجاه المجال هذه القاعدة اللي الان بنتدرب عليها تسمى القاعدة الثالثة في اليد اليمنى لتحديد اتجاه القوة التي تؤثر في سلك يحمل تيار وخاضع لمجال مغنطيسي لاحظ عزيزي طالب هذا السلك اللي امامك هذا اتجاه التيار اي المغنطيسية المؤثرة او المجال المغنطيسي من الشمالي رايح نحو الجنوب هذا اتجاه المجال بي الان سيقضع هذا السلك لقوة نطبق قاعدة اليد اليمنى والتي تنص على ان اشارة اصابع اليد لاتجاه خطوط اللحظ خطوط المجال كثيرة فاصابعك هي الكثيرة تدل على اتجاه البيه التيار اتجاه وحيد وابهامك وحيد فنخلي الابهام يشير لاتجاه التيار وعندها سيشير الاتجاه العمودي الخارج من الكف لاتجاه القوة المؤثرة على السلك فيكون هذا هو اتجاه القوة اف حسب القاعدة الثالثة للياد اليمنى فلاحظ عزيزي طالب علشان تتذكر في ذهنك خطوط المجال كثيرة اصابع اليد كثيرة مع المجال التيار وحيد الابهام وحيد مع التيار فتصبح القوة هي المتجه العمودي الخارج من الكاف بهذا الاتجاه وسوف تكون القوة هنا عمودية على اتجاه التيار وعمودية على اتجاه المجال وهذا يطابق ما ذكرنا سابقا عن الاتجاهات لاحظ مسألة لتدريبنا على استخدام هذه القاعدة في الشكل اللي امامك سلك يسري به تيار خاضع لمجال مغناطيسي في هذا الشكل اللي امامي معطيك انا اتجاه الاي للاسفل والمجال المغناطيسي باتجاه الاكسل موجبة الان لما بطبق قاعدة اليد اليمنى سنجد في هذه الحالة ان اصابع اليد مع اتجاه البي المجال المغناطيسي لانها خطوط متعددة قلنا البي وابهامي للاسفل في بالتالي يشير لاتجاه التيار الكهربائي وعندها سنحدد اتجاه القوة الناتجة بشكل يتعامد مع الكف الداخل اليد اليمنى وسيكون عمودي على المجال وعمودي على التيار هذه الحالات عزيزي الطالب هنا تكون الاف للاسفل وفي الحالة المعاكسة ستكون القوة اف للاعلى لان نلاحظ عندك احنا هنا حطينا الاي وعكسة البي صارت نحو الزد السالبة بينما هنا كانت البي معانا باتجاه الاكس الموجبة فكانت الاف هذه تظهر امامك نحو الزد الموجب وعمودية على الاي وعمودية على المجال المغناطيسي معطيك سؤال لسلك طوله خمسة وسبعين سنتمتر ذكرنا الطول نعطي له رمز الو الوحدة هنا انتبه عزيزي سنتمتر لابد حول متر فب نقسم على مئة هذا السلك يحمل تيار قيمة بوينت سيكس امبير ووضع عموديا المادام قال لي عموديا يعني قيمة الثيتا هي تسعين درجة داخل مجال مغناطيسي منتظم اعطاني سؤالي انه خضع لقوة بوينت سيكس نيوتن اذا هنا ما طلب احسب القوة اعطاني القوة ولكن بالمقابل طلب مني اوجد مقدار المجال المغناطيسي بي ثم حدد اتجاه التيار المار بالسلك لانه معطيك رسمة توضح انه هذا اتجاه القوة اللي معاي هذا اتجاه المجال نبي نحدد اتجاه التيار فبالبداية لحساب المجال المغناطيسي عوضنا بقانون القوة اي ال بي ساين ثيتا هذه الاي موجودة الاي التيار اللي عندي والال لما قسمت على مئة صارت بوينت سيفين فايف قيمة الال بي مجهولة وصاين التسعين هذه قيماتها بواحد ومنها نستنتج ان البي كشدة مجال تعادل وان بوينت ثرتي تسلا اما تحديد اتجاه التيار في السلك بما انه هذه اتجاه البي عندي واتجاه الاف بهذا الشكل اذا اجباري ان التيار المار بالسلك سيكون عمودي على البي وعمودي على الاف بحسب قاعدة الثالثة لليد اليمنى سؤالنا التالي عن سلك نحاسي طول السلك معطيك اربعين سنتي ال والسنتي كما ذكرنا نحولها متر فبقسم على مئة وضعه في وضع افقي السلك ما لنا في وضع افقي ويحمل التيار اي ستة امبير الان هذا السلك له وزن للاسفل الويت ما لنتبه وزن السلك للاسفل فهذه قوة الجاذبية اللي نسميحنا اف جي مطلوب مني مقدار المجال الذي يجب ان يؤثر عليه ليكون كافيا لاتزان السلك اذا انا بحاجة قوة مغناطيسية تؤثر على السلك باتجاه معاكس للوزن ومقدار مساوي لمقدار الوزن لكي يحدث الاتزان لانك انت خبير في مجال الفيزياء او عارف ان شرط الاتزان ان مجموع القوة المحصلة يساوي صفر لهذا بنبدأ هذه القاعدة ان الوزن للاسفل ذكرت يجب ان يكون متساوي مع القوة المغناطيسية الناتجة طيب القوة المغناطيسية قانونها اي ال بي ساين ثيتا هذا الوزن موجود في سؤالي بونت ثري فايف نيوتن قيمة التيار اي موجودة والطول ال حولناه بالقسمة على مئة اي عوضناها ستة والبي هي المطلوبة مني والزاوية تسعين درجة فاين التسعين بواحد ومنها نجد ان قيمة المجال المغناطيسي بونت وين فايف تسلا اتمنى الاجابة واضحة ومقنعة للجميع عزيز الطالب سؤالنا التالي عن سلك نحاسي موجود بين مغناطيسين لاحظ هذا المجال المغناطيسي من النورث يروح الى سوث فهذا هو اتجاه البي مجال مغناطيسي لذلك كان مقدار المجال المؤثر عليه وين بوينت ناين تسلا هذا مقدار المجال المغناطيسي طالب مني القوة التي ستؤثر والاتجاه في الحالات التالية اولا عندما يكون المفتاح مفتوح طيب لما يكون مفتاح مفتوح في الدائرة اللي امامك لاحظ عزيز الطالب يعني ما في تيار دائرة مفتوحة ولذلك لما يكون الاي صفر اذا قيمة القوة اف راح تساوي صفر لهذا لما يكون ما في تيار بالسلك لن توجد قوة طيب الان اذا اغلقنا المفتاح بيبدأ يتحرك تيار كهربائي خارج من القطب الموجب لاحظ ان هذا التيار يمر بمقاومة 5.5 اوم وجهد البطارية معانا 24 فولت تذكر عزيز الطالب انه في قانون اوم كنا نشوف ان قيمة التيار اي تساوي في على الار طيب الفي معانا 24 والار معانا 5.5 ولهذا عند حساب التيار قيمة 4.4 امبير نعوض الاي الناتجة في قانون القوة اي ال بي ساين الثيتا طيب الال في هذه الحالة تنتبه عزيز الطالب قيمة الاي عوضناها 4.4 قيمة الال عوضناها 0.075 وقيمة شدة المجال بي 1.9 وصين التسعين طبعا نفس ما ذكرنا سابقا قيمة واحد ستكون القوة الناتجة 0.63 نيوتن الال من وان يبنىها مو موجودة بالسؤال هذه الال انتبه طول الجزء الخاضع للمجال هو من هذه النقطة لذي النقطة هذه المسافة هي تمثل عرض القطب المغناطيسي 7.5 سنتيمتر فبنقسم احنا 7.5 قسمة المئة ويكون ناتجة 0.075 وهكذا وصلنا لحساب القوة المؤثرة على السلك اتجاه القوة الناتجة طبعا حسب القاعدة الثالثة اصابعك مع اتجاه البي والتيار الناتج مع اي سيكون من هذا الاتجاه لهذا الاتجاه هذا اتجاه الاي ولذلك نجد ان اتجاه القوة سيكون نحو الاعلى بحسب قاعدة اليد اليمنى الثالثة الشكل اللي امامنا في سؤالنا التالي عن نفس السلك النحاسي بين المغناطيسات اللي امامنا وشدة المجال المؤثر 1.9 تزلا طالب القوة في الحالات التالية عندما نغلق المفتاح ولكن سنعكس البطارية يعني يصبح الموجب من هذا الجهة اذا بيمشي التيار بهذا الاتجاه ويصبح التيار في السلك بهذا الاتجاه المعاكس للحالة السابقة فتكون قيمة القوة نفس القيمة لكن اللي بيختلف الاتجاه هذا المجال المغناطيسي بي فاصابعي بهذا الاتجاه مع البي ابهامي مع التيار الكف للأسفل اذا القوة الناتجة ستكون نحو الأسفل هذا اجابتي اما الحالة الثانية عندما نغلق المفتاح ويتم استبدال السلك بمقاومة معدنية خمسة ونصف اوم في هذه الحال التيار الناتج لما نبدل السلك ونخلمه كان خمسة ونصف اوم وعندي من قبل خمسة ونصف اوم ستختلف الآن قيمة التيار الناتج ولذلك تصبح قيمة القوة هي ال I في L في B ال I صارت قيمة جديدة 2.2 وتصبح قيمة القوة 0.31 نيوتن واتجاه القوة في هذه الحالة سيكون نحو الأعلى نتابع الآن عزيزي الطالب في دراسة القوة المتبادلة بين سلكين يحملان تيارين كهربائيين وفي حالة السلكين المتجاورين نجد أمامنا هذا السلك الأول يحمل تيار I-1 إذا نظرنا للمجال المغناطيسي الناتج عن هذا السلك الأول سيكون بحسب قاعدة الأولى لليد اليمنى إبهامي للأعلى خطوط المجال داخل المستوى مبتعدة عن المشاهد هذا B-1 الناتج عن التيار I-1 الآن هذا المجال سيؤثر عزيزي الطالب على السلك المجاور ويحمل تيار I-2 أصبح الآن السلك اللي يحمل تيار I-2 خاضع لمجال مغناطيسي باتجاه داخل مستوى الورقة أو مبتعد عن المشاهد إذن سيخضع لقوة هذه القوة بحسب القاعدة اللي تدربنا عليها لاحظ اتجاه المجال للداخل والإبهام مع التيار للأعلى فاتجاه القوة مع كف اليد نحو اليسار هذه القوة F من السلك واحد تأثر على اثنين F-1 2-2 نحو اليسار بالمقابل عزيزي الطالب إذا نظرنا للسلك الثاني I-2 سينتج عنه مجال مغناطيسي B-2 وهذا المجال المغناطيسي B-2 على يمين السلك سيكون للمستوى داخل مستوى الورقة أو مبتعد عن المشاهد وعلى يسار السلك سيكون نحو الخارج طيب هذا البيتو سيؤثر على سلك الحامل لتيار I-1 إذن السلك الحامل لأيوان سيخضع لقوة نتيجة البيتو هذه القوة بحسب قاعدة اليد اليمنى ستطبق في حالتنا المجال الخارج والآي للأعلى إذن القوة الناتجة ستكون نحو اليسار وهكذا نصل إلى نتيجة عزيزي الطالب أنه إذا كانت التيارات بنفس الاتجاه سينتج ما بين السلكين قوة تجاذب لأن ننتبه قوة على الأول وقوة على الثاني وقوة متعاكسة يعني تجاذب بين السلكين وهذا الشكل يعطيني تلخيص لما ذكرناه إذا كانت التيارين بنفس الاتجاه سينشأ لدينا قوة تجاذب ما بين السلكين لأن كل قوة معاكسة للقوة الأخرى وإذا كانوا التيارات باتجاهين متعاكسين هناك التيارات بنفس الاتجاه كانوا لاحظوا I1 للأعلى I2 للأعلى فنتج لدينا قوة تجاذب إذا كانوا التيارات باتجاهين متعاكسين ستنشأ بين السلكين قوة تنافر لنفس السبب عزيز الطالب هذا ال-I-1 ينتج مجال نحو الداخل على يمينه ونحو الخارج على يساره ال-I-2 سينتج مجالا في هذه الحالة لما انطبق القانون لأن التيار للأسفل سيكون الأصابع إلى الداخل هنا وفي يمينه للخارج لاحظ المنطقة بين السلكين تجمل مجالات متشابهة ولهذا انت فاهم المجالات المتشابهة تعني لقوة تنافر يعني شمالي وشمالي تنافر جنوب جنوبي تنافر فبالتالي اذا كانت التيارات متعاكسة ينتج معنا قوة تنافر بين السلكين هذا السؤال طالب مننا كتحدد لي اتجاه التيار الكهرباء المار في السلك كتلخيص لما ذكرنا ومن بعد تحديد اتجاه التيار نحدد اتجاه المجال المغناطيسي باعتمادنا على القاعدة الأولى ثم نحدد بعد ذلك اتجاه القوة الناتجة وين بيكون اتجاه القوة وبعدها تحديد اتجاه المجال للسلك الاخر والقوة المغناطيسية المؤثرة من السلك الثاني على الاول ومن بعدها نقرر ان القوة بين السلكين تجاذب او تنافر هذا الشكل اللي امامك تيارين متعاكسين لاحظ ال اي ون للأسفل اي تو للأعلى هذا ال اف من ون لتو هذا ال اف الثانية من تو تو ون باتجاهات متعاكس القوة اذا انا هنا في حالة تنافر وهكذا نطبق عزيزي الطالب ما تعلمنا في مقارنة القوة ونصل هنا نهاية درسنا اليوم اتمنى الفائدة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله